بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أما بعد صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسي سواء الفريضة أو النافلة ومن ذلك صلاة التراويح نتكلم بها صلاة التراويح صلاة المرأة في بيتها خير الله من صلاتها في المسجد كما نسمى النجنة الدائمة لبيل تصلي المرأة التراويح في بيتها ونمك تصلي تراويح من بنكواك بحسب ما يتيسر لها قمو يبوك نتكوم بسشيئي وتراعي السنة قدر المستطاعنا تتونقى سنة قد يوزاجه فإن كانت حافظة لكتاب الله يكمي كفادي كتاب جاء الله قرآن وفي استطاعتها إطالة الصلاة نعينا ويزا قرف الشصالة فإنها تصلي إحدى عشر راكعة أتصرقكم من موجة أو ثلاث عشر راكعة أو راكاكم من مبيل بموجة للسنة راكام بيلي أتصلي مثنا مثنا راكام بيلي ثم توتر آخر الصلاة كيشا تويتريشا منشو الصلاة وإن كانت لا تستطيع الإطالة نيكيوا هويزي كوريفوشا فإنها تصلي مثنا مثنا بس يتصرق راكام بيلي ما كتاب الله لها أن تصلي كيشا تويتر الله من موالكيه وصلي حتى إذا ما أردت أنها قد أتت مما تقدر عليه أو ترتب راكعة أتصلي كيشا تويتريشا كوركام بيلي ونسيما معلماء كتابة الفتاوى اللذينة الدائما أنسيما صلاة راوحي راكاكم من موجة أو راكاكم من تاتو وزل بيلي زا سنة أتصلي كتابة كتابة راكام بيلي نهاتوي تريشا كوركام بيلي إلوباكية تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أتصلي هاي وكمفتا مطومي صلى الله عليه وسلم كشا قتالي حديثي جنبولاتات لا يلزم للمرأة أن تكون حافظا للقرآن سي لازم منامكي من يكون حفاظ قرآن إن أجل أن تصلي تراويه واجل أن تصلي تراويه في بيتين بني كواك بل متى كانت حافظة له لكني أتبكون من يكون حفاظه هي قرآن أو لقدر صالح منه أو كوكوانو تنيكوتوشا صلت بما معها من القرآن أتصلي وكذلك حفاظكت كقرآن وإن لم يتيسر بذلك من الحفظ ما يعينها على صلاتها في البيت فلا حرج ناكي واحكي جايب بيسيك وكذلك حفاظك لتكومسك دي كذلك صلاحك بس يتتمية هكونوا بايا كتكاهيلو أو على الرجل في صلاته من المصحف أو كوامتو بيقصالي وغتمية مسحف هكونوا بايا كتكاهيلو أنا سيما شيخ بن بازا رحمه الله إذا دعت الحاجة أن يقرأ من المصحف يتبقوا بلكيا حادية يتبقوا كون حادية يمتو صلوة وغتمية مسحف لكونه إمام وقفانو كوين إمام ناكونا متو العفاذ كتكسيموي الإمام أو المرأة أو منمك وهي تتهجد بالليل هل يقوى نصلي صلوة زوسيك أو الرجل هو لا يحفظ أو منم يتعى نصلي صلوة زوسيك فلا حرج في ذلك هكونوا بايا كتكاهيلو هكونوا بايا كتكاهيلو ولو كان في البيت نساء ناكونا كتكينبا كنا منواكي فلا حرج أن تصلي بهين جماعة هكونوا بايا ما نمكيوي وقوى صليشة أنها كونزاك جماعة تقوم وسطهن أن السمامة كتكتياؤ وتقرأ بما يتأثر لها أنه سمك للجي بي سي كوكيه ولو قرأت من المصحف فلا بأس حتى كما كسوما قلت بهم صحف هكونوا بايا كذلك قوله بما يسمى الشيخ ابن عثمين رحمه الله الأفضل المرأة أن تصلي في بيتها حتى وإن كان هناك مسجد تقام في صلوة التراويح وإذا صلت في بيتها فلا بأس أن تصلي جماعة في أهل البيت من النساء لتقبوا رقم ونمكي نكو صلي جماعة حتى كما تقوى قنا مسكيتي ونصلي تراويح ناكما أتى الصالي جماعة وفي هذه الحال إن كانت إذا كانت لا تحفظ من القرآن إلا قليلا فالها أن تقرأ من المصحف قد كالهي كيوها جهفاظ القرآن سبق وكذوقت لسي أنا فرسة يقصو من يهي قتمية مسحف الله أعلم كما نميكس جياتي اسمنا يفاني بعدهي صالة تراويح يهي نبني قواتي الله أعلم